اشتركوا في القناة ومعرفة من كل موضوع ممكن نضوي عليه ونطرحه اليوم باول فقراتنا بدنا نضوي على اهمية الرسالة ببلاد الانتشار مكرسين ومكرسات تكتار بيقوموا بهيك اختبار وبيكون عندهم مهمة ورسالة مش بكل اوقات بتكون سهلة مرة كتير بيكون فيها صعوبات وتحديات عم بتواجهون من ناحية اللغة من ناحية البيئة من ناحية الحضارة والسقافة والتفاعل مع الشعب الموجود بهذه البلدان الاختبار اللي بدنا نسمعه اليوم من الراهبة من راهبات الراعي الصالح الاخت اميرة تابت موجودة معنا اليوم تنضوي على اختبارها ورسالتها تحديدا بالبانيا بناء على طلب مطران اللاتين غادرت لبنان وراحت على البانيا وبقت اربع سنين واربع تشهر من بعد اكيد صعوبات ومعاناة كتير كبيرة قدرت تحقق رسالة مميزة وعشت انت اختبار روحي مختلف ساهم بنموك الروحي ونضج مسيرتك الايمانية اول شي بدي اعطيك العافية وشكرا اليوم صور اميرة معنا نحنا وياك هيك نسمع شهادة حياة واختبار مختلف عن اختبارات يومية ممكن يعيشوها الراهبات مرسي لقلك مادام زفور ومرسي على استقبالك لقلي يا هلا فيك بالنسبة لقلي وقتالي رحت على البانيا هو بناء على طلب مطران اللاتين يلي طلب انه رهبات الراعي الصالح يكون عندهم بيت ورسالة بالبانيا اكيد لان هو بيحكي الماني التجأ للبروفنس المانيا البروفنسيال قالت له انا فينا نفتح رسالة بس نحنا ما عنا عدد رهبات فينا نمول وهيك صار على صحيد الرهبنة نعمل أبل للرسالة وانا من بنات يلي لبو كنا اربع رهبات يعني الدعوة توجهت وانتي قلت انا بدي ايه نعم كنت انا بقدمي طلب لحتى روح على الرسالة ومن بين الاشخاص يلي لبو كنا اربع رهبات كان في رهبة من ايرلندا رهبة من سريلانكا ورهبة من المانيا وانا اللبنانية كنت موجودة ما بنعرف بعض ما في تواصل مع بعض بس وقت يلي نحنا تعرفنا على بعض من خلال الميل وسكايب بهديك الفترة بعدين الرهبة قررت انه نحنا نعيش شهر نتعرف على بعض ببلجيكا وكان في شهر فورماشون لقلنا عشنا هيدا الشهر ببلجيكا وانطلقنا على البانيا وهونيك بلشت المغامرة اعتبرتها مغامرة مغامرة ايه يعني متل وقت يلي رب قاله لابراهيم كاردكا وعشرتكا وانطلق الى الارض التي قريك وصلت لهونيك كله جديد الرهبات اللي معي ما بعرفون لا بيعرفوني كنا عم نتعرف على بعض اربع سقفات اربع لغات اربع اعمار مختلفة وكل واحد يجاي من بلد بيعني حاملة كل تاريخة معا كان بيقتها وعاداتها وتقليدها وكل شي وصلنا لهونيك ما في شي بالمنطقة اللي كنا نحنا فيها منطقة كتير حلوة ولكن فيها عطش كتير كبير لانه بدي دوي على شغلي بالبانيا هي بقيت خمسمائة سنة تحت الحكم التركي فلوا الاتراك ايجا الحكم الشيوعي الحكم الشيوعي اللي هو بقي خمسين سنة وابدك تقولي بقيت تقريبا شعر سنة مأثرة بالعقلية الشيوعية بهيد الفترة بالبداية بوقت اللي كانوا الاتراك قالوا له نيابة اسلموا يا بتدفعوا الفدية في كتير اشخاص اسلمت لحتى لانه كان في فقر ما يقدر يدفعوا الفدية وقت اللي ايجوا الشيوعية محوا كل شي معالم دينية اللي كان الكنايس اللي كان ما يعني العالم خلاص ما بقى في شي اسمه مسيحية موجودة بهيد الفترة ترى كلهم بس الغنى الرأس الموسيقى لحتى لانه شلولهم الدين عبولهم يا بشي تاني وصلنا نحنا عهيد البيئة في كنيسة صغيرة للكاتوليك وفي الكاتدرال للارتو دوكس بهيد المنطقة اللي انا كانت فيها كان فيه الارتو دوكس كان فيه شوية كاتوليك يلي نحنا موجودين فيها ما كان يكون عنا اداس كل يوم ما كان فيه اداس كل يوم كان نعمل خدمة الكلمة خدمة الكلمة يلي هي كنا نقرأ الكراءات وكان فيه اربان نتناول ونصلي ونرجع على بيتنا اوقات كتير ما يكون فيه اربان ان تضطر الراه بتروح على مكدونيا تقدس عند الاباء اليسوعية لجيب الاربان معها للجماعة لحتى تقدر تتناول بهيد الفترة يلي انا بدي دوي على شغلي انا كنت ببيئة يعني هون نحنا بلبنان عنا نعمة كتير كبيرة ونحنا ما بنعرف قمتها اوقات مننقل من كنيسة لكنيسة وان فيه كوراة البرت اللي كتير حلو من الروح وان فيه ابونا بيوعز كتير حلو منحب روح نسمعه وان فيه محل بيحكيني بروح لهونيك وانا كنت منهوضي الاشخاص ببيروت بتعرفي فيه تعدد الرعاية وان محل بيعجبني كنت روح وصلت لهونيك ما فيه شي بنون عم تسمع لغة غير لغتك لو ما معنا ما بعرف شو هي الكراءة ما بعرف شي يعني من مطرح بديك تعيشي مع الجماعة الصغيرة الموجودة الليتروجية ومن ميلي بديك هون بديك ترجع لشخص وبدو يوقف على الجاي وبدو يرجع يقوي حاله بحاله بكل شي يعني هون كأنه ربنا عم بيقلي اميرة كل هود الفترة اللي عشتيهم من قبل هود الأشور إجا هلأ الوقت تركزي على الأساسي بلش الجد يعني عندي بلش الجد عندي يعني هون صار فيه اللي كيها بكل صراحة مثل كأنه نطربنا لحتى روح على ألبانيا ليقلي هود الأشور اللي كنت أنت ممسكي فيه صار وقت تشيليهم تشيليهم وتتخلي عنهم وتبلش مشوار جديد وهون بلش النحط من أول وجديد وبلش الشغل على الزيت وبلشت علاقتي بأله تاخد غير محور واللي كان الدعم لألي وبحب ضوي علي كمان يعني تصوري بدي أعترف ما فيه كاهن أعترف يعني بالإداس كل شهر ونص ليجي أبونا ليقدس لنا كان يعمل مسافة خمس ساعات ونص طريق ليجي يقدسنا بس بيعرف يقرأ الإداس يعني كنا حتى أنه كان عنا يعني هون بتعتبر سور أميرة هيدا حالي من الجفاف جفاف الروحي والاجتماعي يعني تسميها العزلي على كل الأصعي عزلي عزلي وصرت هون أنا صرت شارك مع أصدقائي بلبنان قلن ياريت لو بتعرفوا مثل نعمل اللي احنا عايشين فيها بتعوا لهون وشوفوا يلي كليا مختلف يلي نحنا عن نيام مش موجود وأنتو عندكن مهمة رسولية مهمة رسولية مهمة رسولية مهمتكن هونيك بدأ بدأ تثمر بدأ يكون في نتايج مزبوط وتواصل مع شعب عم بتحملوا له كلمة الله مزبوط يعني كان حضورنا مجرد حضور مع الأشخاص أنه أنا كراهبة ما بقدر أتواصل مع الأشخاص بس كنت أشهد لربنا اللي هو بحياتي من خلال حضوري كيف يمكن من خلال الخدمة البسيطة اللي كنت أعملها أو يمكن من خلال الاستقبال من خلال بسمتي مهمة هيدا التواصل كيف كان يصير كان يصير أول شي كان بالإشارة وبالوبا صراحة يعني بعدين ست شوي شوي يعني أخدت حطيت جديا بدي أتعلم اللغة بس ببلشت أتعلم اللغة صار ببلش التواصل بيني وبين الناس مجرد ما أنه كانوا كتير يحترموا أنه نحنا أشخاص غربة عنهم نحنا عم نتعلم لغتهم وكانوا هني يساعدونا لحتى نحنا نوصل للفكرة طبعهم وإذا بدنا شي يكونوا حدنا يعني كانوا كتير كتير يحترموا بس تقولهم أنه يعرفوا إنك غريبة دغري يساعدوك هني شعب كتير كتير طيب بلشنا بس بلشنا نتعلم اللغة شوي شوي بلشنا نفوت معهم أكتر للناس لأنه لغتهم كتير صعب إن الفضاء غلط مش أنه يتمسخروا ويتضحكوا علينا أو شي بالعكس كانوا يصلحوا لنا ويكفوا جملك كأنه ما سمعوا شي غلط هذا اللي كان كتير حلو عندهم هلأ بهيد الفترة وقت يالي تعلمت اللغة أنا حبيت أنه بتعفيك رهبات الراعي سالحنا أكتر شي بالمجال الاجتماعي حبيت أنه فوت اشتغل بالسجن كان في عندي كتير صعوبات على قالت لي ما قدرت فتت جانا اضطرينا غيرنا يعني كنا نحن أربع رهبات انقصمنا اتنين رحنا على تيرانا واتنين بقوا بكورشا يالي هي قريبة على حدود اليونان وقت الزلت على تيرانا تعرفت على الأقباء اليسوعية وهوني كني كوميونتيا انترنسيونال واشتغلت معهم وكانت خبرة مميزة كتير يعني اشتغلت مع السكوت اشتغلت مع السيدات بثمان دياغ اشتغلت بالسجن السيدات كانت روح تلات مرات بالجمعة وبعدين عملنا مثل المكتب للإصغاء بقلب الرعية وكان عندنا نشاط ضمن الرعية لأنه كان في عيال كانت تجي تاخد مساعدات من قلب الرعية يعني كان تقريبا تسعين بالمية كانت مع الأباء اليسوعية وعشرة بالمية كان للسجن نعم وهون كان في يعني تغيرت كل شي بتيرانا بتحسي غير جو نعم شو أبرز الحاجات يعني قلت اليوم أنتو على صعيد اجتماعي قادرين تكونوا شو أبرز حاجات المجتمع الألباني الألباني أول شي في فقر كتير فقر قد ما بديك تاني شي أفقر من لبنان ايه نعم تاني شي في الفقر الروحي يعني أنا وليكنت أروح على الضياء كنت أشتغل مع السيدات كنت أعمل كاتيشاز وكانوا الولاد يجوا على الكاتيشاز مع الأباء اليسوعية أنا كنت معهم بالسانتر يعني كنا عم نحضر الولاد وعيال بكاملة لحتى تتعمد يعني كانوا الولاد وأهليهم يتعمدوا سوا كانوا الولاد قسم يعمل أول أرباني بتعرفي عند ينعمل مثلا العماد يعملوا أول أرباني بعدين تثبيت يكون كل سنة في عنا أفواج أفواج عم تنعمل اللي حلو كان الأهل مع الولاد وهون كبس يكونوا الأهل معمدين صاروا يعمدوا أولادهم تلقائيا يعني هذا كان كتير حلو يصير التحضير ومرافقة الأشخاص يلي يلي هني متعطين لكلمة الله يعني أنا بتذكر وقال كنا نروح نقدس ما كان في كنيسة بالضيع كنا نقدس بالبيوت والبيوت الصغيرة يعني تصوري قوضة قد هايدي كنا نكون فوق الأربعين شخص عم نقدس والأبونا ينقل من ضيع على ضيع ونقدس بالبيوت وهالكلمة اللي نشرتوها هالرسالة اللي قمتوا فيها قده اليوم فيه امتداد لألا وفيه ناس بتكمله مع الأسف الرهبة نسكرت الرسالة هونيك لأنه ما بقى فيه رهبات يقدروا يروحوا ولكن بقمي بشغلي نحنا بنزرع وغيرنا بيجي بيحصوت صراحة يعني ودائما متل ما بتعرفي أوقات نحنا نزرع ولكن هالنبتة بده وقت لا ترجع الزهير وطلع دعوة من المجتمع هونيك من المجتمع هونيك برهباتنا هلا هي بإيطاليا يعني اليوم قديش هذه البذار إذا نزرعت بأرض طيبة ممكن ترجع طاعتي وطاعتي أكتر وينزيد العدد لأنه إذا أنت مش بنت البيئة بيكون فيه صعوبات واجهتكم مثل ما ذكرتك فيه كتير صعوبات واجهتنا وفيه كتير هيد البيئة يلي هي زهرت يعني اللي حلوا بهيد البيئة صاروا هني أيمين بحالهم يعني الرهبات اشتغلوا حضرتوهم حضرناهم يعني هؤذي أشخاص صاروا هني أيمين يقدروا يقوموا بحالهم يعني صار فيه أشخاص يقدروا يعملوا كتيشاز صار فيه أشخاص يقدروا يرافقوا صار فيه أشخاص يعني الرسالة بعدها مستمرة من خلال علمانيين موجودين يعني الرهبات فلوا ولكن في العلمانية هني عم يكفوا هل هيدا كافة تتبقى هالبزور يعني مزهرة طلعت صارت نبات وزهرت واليوم العناية فيها من قبل يعني اللي بلشوا بالرسالة مثل اللي مكملين فيها يعني اللي بيأسس مش مثل اللي بيجي يتولى المهمات فيما بعد في شغل بحب ضوي علي وقت يالي بتكوني أسست العلماني وعطيتين لازم يالي ينعطاه وباقي يترافق قدري كافة يعني الرسالة ولا مرة كان كريسم البومبستير محتكر على رهبة الراعي الصالح ولا مرة لأنكون بالمجال الاجتماعي بالخدمة الاجتماعية لا دائما نحنا بروحانيتنا ورسالتنا ولا مرة كان رسالة وروحانية الراعي الصالح محتكرة بس على الرهبة هي بدأ تكون مشاركة يعني في عنا شركاء بعيشوا الرسالة مثلنا مثلن ومنكون نحنا شركاء سوا سوا بنمشي وقدي بتكونوا عم تعطون هالسقة وبتخلون هني بيدوروا يفعلوا مهماتهم ورسالتهم كتير مهم السقة يلي بتنعطى كتير مهم الباجاج يلي هني بياخدوا لحتى هني يقدروا يكفوا ونحنا بنكون حدون نحنا بنكون حدون وهني بيكونوا حدنا بزيت الوقت لحتى نحنا نمشي المشوار صباح نعم سور أميرة تابت بعد هيك اختبار وبعد هيك رسالة امتي فيها اليوم اذا عرض عليك رسالة بمكان آخر عنديك هيدا الشجاعة تقولي النعم وتمشي فيها أكيد أنا مش كما كانت لقالي أول رسالة هي بألبانيا أنا رحت السنغال كمان اختلفت عن ألبانيا سنغال أكيد رحت من بعد ألبانيا أو أبل رحت قبل أبل رحت قبل أكيد بوكل الأصعب الأصعب كانت بألبانيا لأنه ممكنت أعرف اللغة بالسنغال كانت أسهل لأنه بحكي فرنسي بيحكوا فرنسي يعني وتعلمت الولوف معهم عرفت كيف أنه كانت أسهل لقلي هلا أكيد المناخ بالسنغال أصعب مناخ ألبانيا أحلى بس كوجود كنيسة كوجود ناس وكوجود غير يعني اليوم فينا نقول كل بلد عنده تحدياته الإنسان بيقدر يتخطى كل هذه العراقيل إذا كان هو فعلا بقرارة ذاته حابب يكمل بهالرسالة بتخطى الأشياء وقت يلي أنا بعرف عصاب أي هدف بدي يروح إذا هدفي الرب هو بدي يكون المحور بكل شي إذا أنا رايحة باسم الرب بدي أعمل هذه الرسالة بيوصل الرب تلقائي اللي عند الأشخاص إذا رايح أعمله باسمي أكيد لا بدي يزول مع الوقت ولكن الرب هو اللي بيبقى وتاني شي إنه بكل مرة مش هلأ إذا بيطلب أن يروح رسالة معادي مشكلة بالعكس بروح وبحماس نعم وقدي بإيتي وقت لو وصلت لهالأشخاص يعني عامل الوقت بيلعب دور وبأثر على الفريقين الناس اللي عم تتلقى والناس اللي عم تعته اللي حلو عملك اللي كنت بيه ألبانيا اللي حلو بيه ألبانيا الناس هي كان تجي يصابنا لهم كان فيه اللغة التواصل بينهم يعني كانت لغة التواصل هو الحضور هو البسمة هو النظرة هو الاستقبال كانت لغة الوصول بيننا وبينهم يعني هيدا كينيا اللي يجو صوبنا حتى نبقى نقعدين معهم ما عم نفهم شو عم بيصير بس هني حاضرين لأنا ونحنا حاضرين لألون وشوي شوي تنكسرت يعني أنا اللي بدي أقول أوقات منفكر هي اللغة هي العائق بس في عدة لغات فينا نحكيها إذا كانت مبنية على الحب تنكسر اللغة الأساسية نعم يعني هيدا الخلاصة اليوم نعرف قد الإنسان بيقوم بعمله بحب بحب كتير كبير وبإتكال على الله لأنه بالنهاية هالتواصل بخدمة كلمة الله لنشر رسالة اسم يسوع المسيح اللي إجاة يخلص كل الناس وهيدا الخلاص ما لازم نحجمه عن حدا إذا في أرض خصبة وممهدة وهذا اللي كان مميز أنه كان فيها الأرض الخصبة يعني هي اللي كانت دائما تتفشنا نحنا ككومينوتي وكرهبات لحتنا نروح صابها دي الأشخاص هذا العطش اللي كان موجود يعني الفقر الحقيقي هو الفقر لأله نعم ولحضر الله بحياتهم يلي هو هو حاضر بحياتهم بس هني ما بيعرفوش عنه نعم ذكرت الرهبات اللي كانوا معك من بلدان كمانة مختلفة أربع بلدان مختلفة قدية كان سهل عليكم أنتو تكونوا سوا بجميع وحدة بالبداية كان كتير تحدي لأنه بتعرفي كل واحدة جاي من بيئة كل واحدة بتحكي لغتا وسقفتا وكل شي بس بعدين صراحة كان كتير انكسرت الإشوات لأنه نحنا تعرفنا على بعضنا وصلنا نعرف نتواصل مع بعض انكسرت كتير إشياء وصار عنا الهدف هو الرب يعني صار فيه يعني هدفنا الرب لنروح صوب الآخر وهدف رب لا يعيش بالوسط بيناتنا يعني صار هدفنا هذا الهدف الموحد بيناتنا أنه نحنا كرهبات وجدنا فيه رسالة فيه هدف وربنا المحور لكل شي نعم هذا يلي كان يعني يلي خلص صعوبات شوي تتزلل يعني تروح شوي شوي تتلاشى نعم يعني هيدا الاختبار اليوم قدام اكتار من خياتك الرهبات لما رجعت على لبنان وعشت انت وياهن وهيك حتيتوا بمشروعك بمشروع الرسالة اللي صار قديش بالنسبة لقالهم كانوا حطين أمال فيك كانوا بالعكس قالوا رح ترجع شو اللي حتيتوا فيك بتذكر قد اللي رحت على السنغال البروفنسال اللي كانت بفترتها قالت كلمة وبقت عملت إيكو فيي أنا كأميرة قالت نحنا من فقرنا منعطي نحنا عددنا مش كبير ولكن روحي و الله بيبارك وهيدي هيدا النفسية والروحانية روحي و الله بيبارك كتير هيدا عملت إيكو فيي أنا انه دايما زي نحنا لو كانوا بحاجة لقلنا بالأقليم تبعو لنا ولكن لو رحنا دايما ربنا هو بيضبط الأمور بغير طريقة مع الأشخاص بالرسالة بكل شي كرميل هيك الاختبار أكيد يصار فيه مشاركة لإله دايما كان فيه تواصل مع خيات الرهبات و دايما فيه كتير خيات كان يروحوا على الرسالة يعني أنا ماني كنت أول وحدة أو آخر وحدة يعني فيه كتير رهبات رحوا على الرسالة وعاشوا اختبارات كتير حلوة واجوا شاركوا فيها وأنا بحب بركز يعني هذا الوقت اللي كانت عم بتسلمني الشمع وبتقلي روحي كوني هيدا النور محل ما أنت بتكوني يعني كانت هيدا الكلمة دايما نمرافقتني كوني النور محل ما أنت بتكوني هيدا اللي عم بتولع فيك الحب الرسالة ايه يعني ونفس الوقت أنه ما تكوني حيالة نور بين الأشخاص اللي بديك تكوني معهم يعني روحي وشهادي لها النور يلي أنت راحه كرماله هيدا يلي أنا كتير أثر فيي وأثر فيه أنه ما تفكر نحنا مش بحاجة لإليك هون نحنا بحاجة لإليك بس روحي يعني كان فيه تشجيع من قبل حياتك الرهبات كان فيه تشجيع لحتى اللي واحد يروح بالرغم أنه نحنا عددنا قليل بس كان فيه هذا التشجيع نعم واليوم شو بتقولي للصبايا اللي عم يسمعوك للي تكرسوا ويمكن بوقتنا وقت غيروا فكرهم عن التكرس وشايفوا حياتهم بأتيجه آخر أنا بقل لهم عيشوا المغامرة مع الرب وما تخاف لأنه هو بيكون سبقكم فيها مثل ما كان هو محضر لي الطريق لرحت على ألبانيا هو بيكون سبقني ومحضر لي وأنا هيدا السيئة محل ما تكونوا زهروا اللي كنتوا مكرسين أو كنتوا علمانية أو كنتوا شو ما كنتوا بأي مجال اللي كنتوا فيه زهروا وربنا بيوصل للأشخاص من خلالكم لأنه هو سبقكم يعني أنا بدي أشكرك سورة أميرة تابت على حضورك وأتمنى لك هيك دوام الصحة والعافية وضل نور يشتعل بحب الرب اللي يكون بيدوره كمانا عم بيدوي دروب الآخرين شكرا من جديد لحضورك معنا والله يثبتك برسالتك بها الهمة وبها النشاط شاهدي مسيحية حقيقية شكرا من جديد فاصل أحبئنا ومنتابع نحنا بيديكن من بعد هذا الفاصل يكون ضيفنا الخوري جوزاف عيد تنحكي عن عبادة قلب يسوع الأقدس بشهر حزيران فاصل ومنتابع اشتركوا في القناة